المواطن يدفع والفساد يحصد هكذا هو الحال في العراق الجديد فكلما واجهت الحكومة أزمة اقتصادية كنتيجة حتمية لسياساتها الفاشلة لجأت إلى جيوب المواطنين بدلا من قطع أدرع الفساد المتجذر في جميع قطاعات الدولة لم تمضي سوى أشهر قليلة على قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار لتظهر بوادر قرارات جديدة تسعى الحكومة من خلالها لسد العجز الحاصل في ميزان المدفوعات ليس عبر تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة أو إطلاق مشاريع استثمارية حقيقية إنما بالتلويح إلى ضرورة إعداد قانون ضريبي جديد سيتسبب بمزيد من الخفض بقيمة الدينار أمام الدولار اللي تصل إلى 1600 دينار لكل دولار بيد أن هذه المطالبات التي جاءت على لسان وزير المالية الحالي علي علاوي يؤكد خبراء اقتصاديون أنها لا تتناسب مع وضع العراق الحالي فلهذه الخطوة تبعات كارثية ستطال قدرة المواطنين الشرائية التي هوت عقب قرار تخفيض قيمة الدينار في شهر كانون الأول الماضي فلا تزال آثاره شاخصة في الأسواق التي تعاني ركودا غير معهود تحذيرات تتطابق مع تصريحات لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أكدت فيها أن حكومة الكاظمي اعتادت على تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية على حساب المواطن الفقير عبر رفع قيمة الضرائب وخفض قيمة الدينار أما النائبة عن التحالف الكردستاني ريزان شيخ دلير فقد ذهبت أبعد من ذلك بالقول إن الفاسدين فقط هم من ستتعاضم منافعهم من هذا القرار مشيرة إلى أن رفع قيمة الضرائب سيرافقه ارتفاع في نسب الفقر والبطالة في البلاد ووفق العديد من الخبراء فإن الاقتصاد العراقي الذي يعاني بالأساس من اعتلالات متعددة تتمثل بزيادة نسب التضخم وتراجع معدلات النمو وزيادة نسب البطالة سيواجه مشاكل كبرى في حال تطبيق قرار كهذا لسيما وأنه سيبقى بلا مردود خدمي أو اقتصادي طالما يطبق في بلد يتصدر دول العالم من حيث نسب الفساد وطرد فرص الاستثمار ترجمة نانسي قنقر